فراد بيفيو طيار عسكري سابق وخبير التكنولوجيات الحديثة حالياً يدافع بقوة عن قدرة صناعة الطائرات من غير طيار على تغيير وجه العالم في المستقبل القريب من خلال ما تستطيع هذه التقنية تحقيقه في الاستخدامات المدنية والتجارية خلال العشرين سنة الماضية استأثر العسكريون باستخدام تكنولوجيا الطائرات من غير طيار الآن أعتقد أنه حان الوقت لإتاحة هذه التكنولوجيا لعموم الناس لإحداث نقلة نوعية في حياتهم لكن هذه المكاسب التي يتحدث عنها هذا الخبير لا تخفي وجود مخاوف حقيقية من الاستخدامات الخاطئة لهذه التكنولوجيا خاصة في ظل القلق الأمني الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العالم في الوقت الحاضر هذه التكنولوجيا ستكون عملاً مساعداً أكثر على تحقيق الأمن في حياة الناس وكشف نشاط الأشرار في أي مكان من العالم ليس الخبراء والأكاديميون وحدهم هم من يؤمنون بقوة هذه التكنولوجيا على تغيير حياة الناس للأفضل ولكن حتى السلطات الأمنية لمنطقة واشنطن الكبرى تؤمن أن هذه التكنولوجيا بإمكانها أن تساعد كثيراً في تحسين جهودها الأمنية وتأمين حركة وحياة الناس بصورة أفضل ومن جميع المخاطر استعانة الشرطة بالكاميرات المحمولة سيشكل مصداقية إضافية لعمل الشرطة اليومي إضافة إلى أنه يعزز ثقة الجمهور بأن الشرطة في خدمة الصالح العام المدافعون بقوة عن مستقبل هذه الصناعة لا يقتصر دفاعهم عن المكاسب التجارية والخدمية بل يتعدى ذلك إلى تحقيق المتعة في حياة الأفراد وتحسين المحاصيل الزراعية ومساعدة فرق الإنقاذ على الوصول إلى المحتاجين لمساعدة في أقل وقت ممكن مع القدرة الهائلة على تحديد المخاطر في الحالات الطارئة هذه التكنولوجيا توفر كثيرا من المال والطاقة والجهد وهي تقوم بعدة أدوار يقوم بها مئات العمال حاليا لذلك فهي ضرورية للتوفير ولتحسين الخدمة ولتأمين حياة الناس يقول خبراء وعسكريون هنا في واشنطن أن تكنولوجيا الطائرات من غير طيار ستحدث طورة في الحياة الإنسانية خلال العشرين سنة القادمة تماما كما فعلت صناعة الكمبيوتر والهواتف الذكية لكن المتشائمون هنا أيضا يقولون وفي المقابل إن الخوف بل كل الخوف أن تقع هذه التكنولوجيا في الأيدي الخاطئة لتستخدم للأغراض الخاطئة رابح ثلالي الحرة واشنطن